السراج وفق تقارير محلية وإقليمية ودولية لم يعد يملك من أمره شيء الأمر كله بيد الميليشيات في طرابلس وهو رهين لهذه الميليشيات صرح الناطق الرسمي باسم حزب أردوغان أنهم يمانعون الخطة الأوروبية التي أجمعت عليها 27 دولة لحضر السلاح وتفتيش السفن في المياه الدولية والإقليمية صرح أيضا بهذا الأمر وهو أمر الرفض المتحدث باسم خارجية السراج غير الشرعية وبتعليمات تركية انسحب السراج السراج لا يملك من أمره شيء ولا يملك من قراره شيء الحجة التي أدل بها السراج وهي أن القوات السلحة الليبية قصفت باخرة تركية طبعا نحن لم نقصف باخرة بل قصفنا مخزن لمستودعات الذخيرة والسلاح السراج جبرا قهرا سوف يرضخ لتعليمات الأمم المتحدة والجلوس لطاولة المفاوضات أخي الكريم نريد أن ننوه ونشير إلى نقطة مهمة جدا وهي أن كل دولة من دول العالم أو منظمة إقليمية أو دولية تطالب ليبيا بالحل السياسي نقول لهذه الدول جربوا معنى الإرهاب والإجرام وجربوا معنى الميليشيات وسوف نرى هل تتحدثون عن الحسم العسكري أولا أم من الحل السياسي المشير خليفة حفتر أخي الكريم كان صادقا وصريحا وواضحا وقال في آخر تصريح له منذ يعني أربعة خمسة أيام فقط في كلمة موجهة إلى الأمة الليبية وإلى العالم أجمع قال نحن يدنا ممدودة للسلام في حالة واحدة فقط وهي حل الميليشيات جمع السلاح ارجاع كل المرتزقة الذين آتوا من تركيا ومن سوريا ومن غيرهم وبالتالي أخي الكريم من العبث الحديث عن حل سياسي في وجود كمواصفة الأمم المتحدة 150 إلى 200 طن من السلاح 29 مليون قطع السلاح أخي الكريم هذا كلام ليس كلام رمز الرميع هذا كلام تقرير من الأمم المتحدة طيب هل